اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وهذا البرنامج هو عبارة عن ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية والحيوية التي تشغل بال الجميع فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتمنى أن تكون حلقة مليئة بالمعلومات مليئة بالتفاؤل وأيضا نستطيع من خلالها أن نصل برسالة هيئة الصحة بدبي لكم ولجميع أفراد المجتمع مثل ما عودناكم مستمعين في بداية كل حلقة نأخذكم في جولة سريعة على بعض المواضيع أو بعض الأخبار التي تناولتها وكالات الأنباء سواء كانت وكالات الأنباء المحلية أو الخارجية خبرنا الأول يقول تناول أدوية ضغط الدم والكلسترول معا يحد من مخاطر النوبات القلبية أفادت دراسة عالمية حديثة بأن المصابين بارتفاع ضغط الدم والمعرضين بشكل ما للإصابة بمرض القلب يمكنهم خفض خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية 40% بتناول دواء ضغط الدم مع آخر لخفض نسبة الكولسترول وقال الباحثون أن نتائج الدراسة قد تدفع المزيد من الأطباء إلى إضافة دواء خفض كولسترول إلى علاج ارتفاع ضغط الدم للمرضى الذين لم يصابوا من قبل بجلطة أو أزمة قلبية في خبر آخر يقول العلماء يعثرون على جينات الموت فتفاصيل الخبر تقول وجد علماء في جامعة إدنبرا أن حدوث طفرات في جينات APOE وCHRNA التي عثر عليها عند 70% من سكان بريطانيا تتسبب في تقصير حياة حامليها عاما واحدا على الأقل وقام الباحثون بدراسة الحمض النووي لمائة وخمسين ألفا من سكان بريطانيا لمعرفة مدى تأثير بعض أنواع الطفرات المحددة على أعمار حامليها وتوصلوا إلى أن حاملي طفرات في جينات APOE أو CHRNA يموتون قبل 12 شهرا من أجلهم وحاملي الطفرات في الجينين معا يموتون قبلها بأربعة سنوات طبعا نحن نقول لأعمار دائما بدلة لكن هذه مجرد دراسات علمية ومبنية على أبحاث المهم يربط العلماء وجود هذه الجينات بأمراض الجهاز التنفسي ومرض الزهايمر ومع ذلك ينصح بعدم الذعر لأن نمط الحياة يؤثر على الصحة وأحيانا يكون تأثيره أكبر من تأثير هذه الطفرات الجينية وبالإضافة لذلك يرى الباحثون أن البشر في المستقبل سيقومون بتحليل الطفرات الجينية بهدف الاستعداد لمرض معين واتخاذ التدابير اللازمة له على سبيل المثال حاملوا الطفرات في جين CHRNA يفضل أن يبتعدوا عن التدخين نظرا لإحتمال إصابتهم بسرطان الرئة وهكذا ويبدو أيضا أن الطفرات لها تأثيرات مختلفة على الرجال والنساء فالطفرة مرتبطة بمرض الزهايمر وتؤثر بشكل أكبر على النساء بينما طفرة أمراض الرئة لها التأثير الأكبر على الرجال طيب وصلنا إلى فقرة تغذية الأخبار الخاصة بالغذاء البارحة كانت تكلم عن الزنجبيل لأنه يحارب أمراض الجهاز الهضمي اليوم عندنا ما نوقف عند خبر خاص يتكلم عن الكمون وسيلة للوقاية من الأمراض أظن الكمون نحن سميه عندنا الكركم أعتقد يقول ذكرت دراسة أكاديمية بريطانية جديدة أن فوائد الكمون في التخصيص لا تحصى لاحتواء بذورها على مادة الكومينول والكومينول إضافة إلى مواد غير ضارة مثل مادة براسمين أو باراسمين عموما أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على 88 امرأة يتبعنا الحمية أن النساء اللواتي شربنا اللبن مرتين في اليوم ممزوجا مع ثلاثة جرامات من الكمون استطعنا فقدان الوزن بمعدل كيلو جرامين أكثر من النساء اللواتي لم يتناولنا الكمون وذلك نقلا عن موقع غيسوند هايت الألماني طبعا دائما الألفاظ الألمانية شوية صحبة أنا حتى أعانيها في المدن لما أكون في ألمانيا عموما المختص في تقديم النصائح الطبية هذا الموقع هو مختص في تقديم النصائح الطبية والدراسات العلمية يؤثر الكمون على خفض نسبة كورسترول في الدم ويعمل على خفض الأثر التي يسببها مرض السكر ويقوم الكمون بتنشيط عملية التدوير الغذائي في الجسم والتي تقوم بعملية تنظيف الجسم من فضلات الطعام الضارة ولا تقتصر فوائد الكمون على الإسرع في تخفيف الوزن وتنظيف الجسم بل تتعداها إلى الوقاية من نزلات البرد وتحسين التنفس لكون الكمون غني بفيتامين سي وتحتوي بذور الكمون على مادة ثيموغونون التي تقلل من التهابات القصبة الهوائية وأمراض الربو ويستخدم الكمون أيضا لمعالجة حالات تشنج العصبي في الماعدة ولعلاج الآلام الروماتيزمية وتسكينها بالإضافة إلى شفاء الجروح والقروح ويعد مضادا للميكروبات هذا الكلام يا على موقع خاص بالنصائح الطبية هذا الموقع الألماني اللي ما بقول اسمه مرة ثانية عشان ما أغلط فيه فالفكرة وين أنا اللي جذبني أنه يعالج بعض علام العظام الذكر يوم صغريا نحن كانوا يحطو لنا كركم وين الويع ويلفو لنا إياه بخلقة ما أدري شو كان الغرض بس الحين علميا يقولون أن يساهم بشكل أو بآخر في علاج هذه الأمراض طيب اليوسفي يحول دون الإصابة بالبدانة يعني شوفوا فكرة الغذاء دائما ما يساهم بعملية انقاص الوزن وأيضا يعطينا الكثير من الفيتامينات خاصة إذا ما متكلم عن الفواكه والخضروات يرى العلماء أن ثمة مادة يتضمنها ليوسفي بوسعها الحيلولة دون إصابة المرء بالبدانة وحمايته من مرض تصلب الشرايين وتوصل إلى هذا الاستنتاج باحثون في جامعة أونتاريو الغربية بكندا وقد أجرى العلماء تجارب على الفئران حيث جعلوها تأكل طعاما يحتوي على النسبة كبيرة من الدهون والسكر ما أدى إلى إصابة هذه الحيوانات بالبدانة وبمتلازمة الأيض خلل في الاستقلاب أو التمثيل الغذائي بما في ذلك ارتفاع مستوى الكروسترول في الدم وظهور كميات كبيرة من الدهون في الكبد كما أعطيت مجموعة أخرى من الفئران ضمن غذائها الضار المذكور اللي قلناه من شوية مادة نوبيليتين التي هي أحد أهم مكونات اليوسفي اليوسفي الصنطرة ما أدري شو يسمونه في بلاد الشام أبو 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 إيش أبو محمد يسمونه ويوسفي لا في يوسف هذا أيمن سرحيل يا سيطين المسمى الصحيح وبينت التجربة أن مادة النوبيليتين تحول دون تكدس الدهون في الكبد وتحفز جينات تشارك في حرق الدهن الزائد كما تسيطر على نشاط الجينات المسؤولة عن إنتاج الدهون عموما عندنا ثلر أعتقد جاهز صح؟ طيب خلونا نسمع هذه المادة الثقافية عن الأسنان اللبنية وما نطلع فاصل بعدها ومن ثم نعود للتواصل معكم سعيد بينقص من 10 إلى 20% من الوزن الطبيعي إذا عنده ثلاث أسنان مسوسين كمن الجرسيم تدخل من الفم لجهاز التنفسي ونفس الشي بالنسبة للجهاز الهضمي الحماية بتكون أنك تعود ابنك على تفريش الأسنان يومياً خاصة قبل النوم وزيارة طبيب الأسنان مرتين على الأقل سنوياً ابتداء من عمر السنة وما تنسوا استخدام الفلورايد بعيادات الأسنان واللي بيرفع نسبة المقاومة ما بين 30 إلى 60% والمادة السادة اللاصقة على الأسنان الطاحنة واللي بترفع نسبة المقاومة لـ 85% شو رح تاخد ابنك لعننا يا سعيد؟ هيه هيه عودوا أولادكم على الاهتمام بأسنانهم وعساكم دوم بصحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى عندي قبل قبل أقرأ المسيجات أحب أن أقولكم أن أحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيه توصحة في دبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي أنا كنتقرأ خبر عن الكمون وأقول عنه الكركم مش كده ترى شي نفس الشكل ثنينتهم عموما بسلطان يقولي الكمون هو باللغة المحلية السنود أو السنود طبعا من بين الأشياء يقولون عن سنود أنه واحد من أهم وسائل تنظيف القلون في العالم وأنه يعالج ثماني وثمانين مرض وفي ثماني وثمانين أو ستة وثمانين دواء وأيضا الكمون هو كمون عموما خلونا نلتحق مواضعنا الخاصة بالحلقة اليوم ولي أريد أن يتعرف أكثر على بعض الإنجازات التي تحققت في مستشفى لطيفة نريد أن نقولكم أنه تم استحداث خدمة تشخيص حالات الركود الصفراوي داخل الكبد عند النساء الحوامل وبالأخص خلال الربع الثالث من الحمل وذلك ضمن عمليات التطوير التي تجريها المستشفى بهدف توفير حزمة من الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتكاملة وتجدر الإشارة إلى أن معدلات حالات الركود الصفراوي تصل إلى عالميا إلى ثلاثة في المائة وترتفع إلى خمسة عشر في الامية في تشيلي فيما تتسبب مثل هذه الحالات في ترسب الأملاح داخل الكبد مؤدية في النهاية الأمر إلى وفاة الجنين لا سمح الله يعد الركود الصفراوي أحد الاضطرابات المقلقة المحتملة في الكبد وتكمن خطورتها في تطورها خلال فترة الحمل مؤدية في النهاية إلى وفاة الجنين أو ولاد أطفال غير مكتملين وهو ما دفع مستشفى لطيفة لتوفير هذا النوع من الخدمات لتوفير نتائج التشخيص في الوقت المناسب ومن ثم التعامل مع أي حالات مصابة بالشكل الذي يحفظ حياة الأم والجنين على حد سوا حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا على الهواء مباشرة لأخت مريم المهيري مسؤولة قسم الأمراض الكيميائية في مستشفى لطيفة تابعة لهيئة الصحة في دبي حياة الله معانا أختي مريم ألو 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي مريم كنا نتحدث عن هذه الخدمة الجديدة فياليت قبل أن ندخل في تفاصيلها خلنا نأخذ نبذى عن قسم الأمراض الكيميائية وشو اللي يسوي هذا القسم على وجه التحديد بالنسبة لقسم الأمراض الكيميائية في مختبى المستشفى لطيفة يسوي ماشاء الله بالأجهزة المتطورة والليه الستندرائيس عالميا على تفحص الأمراض التي تخص وضائف الكبد ووضائف الكلا وأمراض الدم وقوة العظام وكذلك أمراض نقل الدم بمعنى كم ترسبات الحديد وترسبات الفريفين وكذلك تقوم ببعض الهرمونات التي تخص الهرمونات الحمل ومعجل الأدوية العلاجية بعد في الدم وكذلك نقوم بفحوصات الدم التراكمي بالنسبة للسكر التراكمي في الدم فإذا كل الأجهزة كل أجهزتنا اللي هي يعني نستعملها في قسم البيوكيميستري متطورة وتقوم بنظام بنظامها العالمي وتساعد على أن نتخص فحوصاتنا ونعدي إلى تشكيص المريض بهذه الفحوصات اللي تقوم بها يجب المختبر وبالتالي يستطيع المريض أن يحصل العلاج بالوقت المناسب لأنها نظام مميز في مختبرنا جميل الآن خلينا نتكلم عن وجود خدمة تشخيص الركود الصفراوي في المستشفى بعد الاعتماد على مختبرات خارجية في تشخيص لهذا المرض في السابق كنتوا تبعثون هذه العينات في خارج الهيئة الآن صارت الخدمة انتيرنا طبعا صارت الخدمة حي متوفرة عندنا نسويها يوميا في مختبرنا قبل كنا نطرشها خارج الهيئة تاخذ خمسة لستة أيام في هذه الحالة احنا ما نبدأ نساعد المريضة لكن حصول وجود هذا التست عندنا في مختبر المختبر الأمراض الكيميائي في مقسم الأمراض يساعد يساعد أن أولا نقوم على فحص الفحص هذه المريضة بأسرع وقت ممكن يعني دير نحن يوميا نسوي وتكلفة بعد يعني رمزية تكلفة رمزية تقريبا المبلغ ما يذكر يعني تكلفة أقل صارت كان نسوي أغلى وتانيا يعني نقدر نقدر الدكتورة تنفحص مريضتها في أي وقت ومتوصل حق المواطنين غير المواطنين يعني هو متاح لجميع النساء للجميع الحوامل مثلا ما أشرح في البداية أنه يعني فعلا يفحص الفترة الوصولة المرحلة يعني الفترة الثالثة من الحمد المشكلة مريم يعني الصوت شوية عندي ما أدري إذا تسمعينه من الراديو لا تسمعينه سمعينه من التلفون تبعين نعيد الكلام لنفسي شيء لا لا الكلام كان واضح بالنسبة لي بس عشان الصوت ما يروح عنه بعيد هنا في أي فترة من الحمل قلنا في الثلاثة شهور يعني لاحظنا أن الدكاترا في الحوامل من الشهر السادس يشتكون من الحكة فهذه الحكة تكون في كل سعر أحاجز فيها فهذا يعني اللي يسمون كيف أعراض الموجودة عند المريض يشتكي تشتكي الحامل من الكحة في كل سعر حاجتنا فبالتالي الدكتورة تطلب هذا التحليل عشان نشوف معذل أحماض الصفراء في الدم إذا كانت عندها عالية أو متوسطة لن لازم تكون لين حد العشرة عشرة ميكرو مول في الليتر لكن لاحظ ببعض لما تكون اضطرابات الأنزيمات الكبت تزيد في المرحلة هاي من الشهر السادس أو السابع والسامع الساسع تبدي يعني توصل لمستوى عالي وبعض الأحيان في البداية نقدر الدكتورة تعالجها ويعطاها الدواء المناسب بعد فترة إذا ما قدرت يعني بعد ما تستمر عندها الحالة نستمر لفترة أطول تقوم بإن الولادة المبكرة نحاول أن نقض نحاول نحافظ على حياة الجنين إذا عدم عدم الفحص المبكر لهذا التحليل يؤدي في نهاية إلى وفاة الجنين يعني هنا أنا أختي مريم هل أفهم من كلامك أن الموضوع لازم نسوي دائما شسمة بالنسبة للمرأة الحاملة هل هي مواجب نسوي هذا التحليل هذا جدا مهم للمرأة الحاملة يعني تدر الدكتور تبا 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 تطمن أنه ما عندها أي اضطرابات في أنزيمات الكبث لأن هذا الساين هذه العلامة لأنه هنا اضطرابات في أنزيمات الكبث فلما تقوم الدكتور يعني تسأل تشكل مريضة أو تبا تتأكد تقدر تستعيد فحص الدم نعم في البداية طيب في مواعيد محددة في المستشفى لإجراء هذا التشخيص وخبرين تكلفته بالضبط كم نعم هذا الفحص بس موجود في مستشفى لطيسة على مستوى الهيئة كم تكلفته دكتور كم التكلفة مي وكم تكلفة 165 درهم 165 درهم وأنتم تأخذون استشارة طبية في هذا الموضوع يعني الطبيب لازم والطبيبة هي اللي تحول الحامل لهذا الفحص أولى المختبر عندنا في نظام المختبر أن يكون العين يكون المريض صايم عشان نجمع العين هو صايم وما بشارب شي كم ساعة يكون صايم تقريبا نقدر نقول 10 ساعات 10 ساعات الجنين بيتعب شي بيموت لا لا لنشعر لا مالا يموت طيب اختي مريم في شي تبغين تضيفين بعد في هذا الموضوع لا والله أو كلمة أخرى تبغين توجهينها لا أتمنى يعني دائما نكون يعني يعمل فريق العمل في مختبر مستشفيات الهيئة كلهم على يعني في النهاية نحاول نساعد المرضى ونسعدهم وننقض حياتهم في أي وقت يعني ودخول هلنا التحال الجديدة فعلا نظرتنا إلى شو إلى صحته صحت هذا المريض وكوه كان الأم الحامل وجنينها أو بعد ما تولد ما تولد بالسلامة طفلها إذا دائما نظرتنا إلى إسعاد مرضانا وهذه هاي هدفنا النهائية جميل أختي مريم لمهيري مسؤولة قسم الأمراض الكيميائية في مستشفى لطيفة تابع لهيتي الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة وإن شاء الله في المستقبل نصدفت عندنا في الستوديو تعطينا فكرة مفصلة عن هذا القسم والمهام اللي يسويها والفحوص اللي تسوونا في هذا القسم وإيضا الإنجازات اللي قدرتوا تحققونا في هذا النجال إن شاء الله شاكرين لكهاد المداخلة وكل التوفيق شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا مع السلام أختي مريم لمهيري كانت هي معنا على الهاتف الآن عندي كم رسالة بقراها أول شيء يعطيكم العافية على هذا البرنامج أيضا في رسالة هنيمن أبو عبد الله أبو عبد الله أنا بقراها كاملة لأن للأمانة يقولون دايما الاعتراف بالحق فضيلة فيقول أخي الكريم رسالتي كانت مبادرات التوعي لكن الأهم في كيفية إيصال مبادرات التوعي لأكبر عدد من أفراد المجتمع خاصة النشأ الجيل المستقبل وإلا فإن هذا هدر للأموال الأسبوع الماضي اقترحت بوضع مقاعد لكبار السن عند انتظارهم لمن يوصلهم ولم يتصل بأحد وشكرا أنا لشي قلت الاعتراف بالحق فضيلة لأن على الجزء الثاني من الرسالة موضوع اقتراحك للأمانة أنا تأخرت في إيصاله يعني يشهد عليه رب العالمين أن البارحة حولت على القسم المختص فسامحني هذا التأخير من عندي أنا يعني ضغط العمل شوية وامور كثيرة فأنا اعتذر لك عن هذا الجزء والبارحة حولنا الشكوى واليوم أنا بعد بنفسي بتابعهم شو صار فيها هل اتصلوا فيك ولا لا فهذا الخطأ أنا أتحمله أما بالنسبة لي الجزء الأول من الرسالة بعبد الله أنا تكلمت البارحة والآن بعد كذلك أنا أشكرك لكن تأكد أن هناك فرق مختصة من المعنيين بالتسويق والمعنيين بإيصال هذه الرسالة والمعنيين بالتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي فوجودك وتفاعلك معنا في هذا البرنامج هذا يعني دليل ثاني على حرفية الموجودين في هيئة الصحة بدبي في إيصال مثل هذه الرسالة فأنا شكر لك هذه المداخلات شكر لك هذه الرسالة الإيجابية اللي دايما ما تتحفن فيها ونتمنى لك إن شاء الله دايما الصحة والسعادة وخلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل عندنا موضوع يهم الجميع فتابعونا ما نرجع لكم في هذا اللقاء اللي بيكون من داخل السوديو فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم سمعين الكرام في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل نوعاتكم بيكون عندنا موضوع جميل حيث أن من بين الفئات التي توليهم هيئة الصحة بدبي جل اهتمامها هي فئة المسافرون هذه الفئات تحرص عليهم الهيئة عن طريق قطاع الرعاية الصحية الأولية وبالتحديد على تحصينهم للوقاية من الأمراض السارية والأوبئة التي قد تظهر بين الحين والآخر خارج الدولة وتعمل الهيئة كذلك على تنمية وعي أفراد المجتمع بأهمية وضرورة مثل هذه التطعيمات قبل السفر حفاظا على سلامتهم وحياتهم أنا ليش طرحت هذا الموضوع موضوع مهم جدا خاصا نحن يعني في فترة تجازات يعني مخططات للسفر يعني كثيرة حول تفاصيل هذه الخدمات النوعية التي تقدمها الهيئة أتشرف بضيفتنا في الستوديو اليوم الدكتورة هند أحمد سعيد العواضي اختصاصي أول طب المجتمع حياتي الله معانا دكتورة أي يا مرحبا دكتورة يعني واحد من أهم المواضيع اللي حقيقة الكثيرين ممكن أن ما يعطونها وايد أهمية ما يعطونها وايد شغلة خاصة اللي بيسافر ففي تطعيمات الهيئة توفرها لعملاءها خاصة اللي حاب يسافر فهني خلينا في البداية نتكلم عن أهمية التطعيمات بالنسبة للمسافرين خارج الدولة وبعدين بالطرق لبعض المواضيع الخاصة في هذا المجال مثل ما تعرف أخ محمود الناس لما تسافر تنشغل تجهز تذاكرها حجوزاتها شنطة السفر وتنسى أهم شيء وهي أن زيارة طبيب لأخذ بعض الإرشادات الوقائية اللي ممكن تحميه من بعض الأمراض اللي تواجهها في السفر ومن أن هاي التطعيمات فقط لصغار ويروح عن بالهم أن في هناك شيء اسمها تطعيمات للكبار أيضا صحيح أنا كانت عندي هذه الثقافة سابقا للأمانة كنت أعتقد أن التطعيمات فقط للصغار وليست للكبار لكن بعدها اكتشفت المسألة المختلفة خاصة أنتوا عندكم جهود كبيرة في هذا المجال في تقديم مثل تطعيمات مختلفة للعملاء الآن خلينا نتكلم على نوعية التطعيمات اللي يأخذونها المسافري ومدى اختلافها أيضا من دولة لثانية يعني أنتوا حتى التطعيمات هذه تعطونها من دولة لثانية وكذلك دكتورة متى لازم أخذ هذه التطعيمات لأن اللي أنا عرفه أن هناك مدة معينة لكل تطعيم أو لكل شغلة لما الواحد يأخذ تأثيرها في الجسم فخلينا نتكلم على أنواع التطعيمات وبعدين خلينا نتكلم عن الأوقات المناسبة للتطعيم أنواع التطعيمات تعتمد حسب الجهة اللي أنت تبي تسافر مثلا مثلا في هناك تطعيمات نسميها تطعيمات مطلوبة دوليا مثل الحمى الصفراء هذه الدول الأفريقية وبعض دول شرق آسيا وبعض الدول في الأمريكا الشمالية والجنوبية تعتبر هذا شرط دولي ولازم تأخذه عشان أنت تتمكن من دخول لهذه البلاد وهناك بعد مثل ما نعرف تطعيمات الحج والعمرة السعودية تطلب من جميع الحجاج أنها تأخذ تطعيم الحمى الشوكية كل ثلاث سنوات ضروري جدا الحجاج والمعتمرين أيضا أنهم يأخذون الحمى الشوكية وفي بطاقة أعتقد أو مثل شغلة تعتبر البطاقة الصفراء هذه البطاقة الصفراء هذه تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية وهذه البطاقة ما تتوفر إلا في هيئة حكومية اللي هي هيئة الصحة ووزارة الصحة أيضا يعني هذه البطاقة الشخص ما يقدر يأخذها من أي عيادة خاصة فقط من جهة حكومية من ناحية أن المسألة للتأكيد على أن هذه البطاقة الرسمية وأن هذا الفحص 100% تم أخذه من قبل هذا الشخص بالفعل وهذا التطعيم يعتبر جدا مهم وهناك أيضا تطعيمات إضافية هذه اللي قلت لك عنها تعتبر قانون وإجباري هناك بعض التطعيمات الإضافية نحن نعرضها على المسافرين عشان تحميهم من ضمنها التهاب الكبد الوبائي نوع ألف والتيف وإيد هاي تعتبر التطعيمات تحمي الشخص من الأمراض التي ممكن تنتقل عن طريق الأكل والماء الملوث يعني هالمراضين يعتبرون جدا خطيرين تطعيم بسيط جدا مثل هذا التطعيم يحرح يحميه من مشاكل جدا كبيرة وبعد عندنا تطعيم ضد الإنفلونزا التي نعطى كل سنة هذه نحن نقدر نعطيها للجميع وحتى الحوامل يقدرون ياخذون هذا التطعيم يعتبر جدا آمن هي تاخذها مرة في السنة طيب بالنسبة لوقت التطعيم دكتورة لازم أنت تراجع العيادة لمدة أربع لست أسابيع قبل ما تسافر عشان تاخذ هاي التطعيمات ليش؟ هاي التطعيمات تحتاج لوقت معين عشان تبدأ تشتغل في الجسم وتكون فعالة وتقدر تحميك من هاي الأمراض جميل أحيانا الواحد ما يعرف متى بيسافر الدكتورة يعني مرة واحدة تحط في باله ان بيسافر عقب سبوع والعقب ثلاثة أيامة وعقب سبوعين فاللي بهذا الشكل شو تنصح حينه؟ اللي مو عارف ان متى رح يسافر يقدر من قبل ياخذ من الحينة من الحينة هاي؟ ليش لا؟ بس لازم تعرف ان في بعض انواع التطعيمات يكون لها مدة زمنية معينة ايوه هذه الانواع مثلا اللي لها مدة زمنية كم المدة الزمنية اللي تم هذه التطعيمات؟ على سبيل المثال الحمى الصفراء مدتها الزمنية تكون عشر سنوات لكن تطعيم التفوئيد هاي فيزة امريكا فيزة امريكا لكن التفوئيد والحمى الشوكية هي تكون كل ثلاث سنوات اوكي يعني استلبعد في الواحد ممكن ياخذها كل ثلاث سنوات وممكن يراجع فيها الآن دكتورة احيانا الواحد يتكلم عن مواكبة هذه التطعيمات بشكل عالمي للكثير يعني هي دائما ما تتطور دائما ما يتم تركيبات يديدة فيها خاصة اهمية مثل هذه التطعيمات يجب ان تخرج ضمن توصيات خاصة بمنظمة الصحة العالمية للمسافرين كيف يمكن مواكبة هذه التطعيمات عالمية؟ هيئة الصحة في دبي قامت بتأسيس مركز يسمى مركز الخدمات الوقائية هذا المركز يكون لديه فريق عمل يواكب باستمرار ويكون على اتصال بشكل دائم مع المنظمات العالمية يكون ملم بجميع الاحداث الصحية والتي تهم العالم والدولة وبعدين نقوم بحملات توعوية وتثقيفية لجميع افراد المجتمع وللمسافرين بشكل خاص مركز الخدمات الوقائية التابعة لهيئة الصحة في دبي وايضا لدينا عيادة المسافرين هذه عيادة متخصصة تكون مفتوحة من الاحد الينا الخميس وين ماكنها وشو الأوقات؟ هي تابعة للرعاية الصحية الأولية في مركزين مركز ند الحمار ومركز البرشة هذه العيادة تعتبر تخصصية اي حد يبي يسافر يقدر يزورنا واحنا نقوم بتقييم حالة وضعه جهات مساء سفاره العمر في بعض الأشياء غير عن التطعيمات احنا ايضا نقدر نوفرها نقدر نعطي المشورة الصحية وغيرها طيب دكتورة في دائما استعدادات تقوم بها الهيئة بالنسبة للتطعيم في موسم الإجازات أو مواسم معينة بالتحديد على مدار السنة خلينا نتكلم في البداية بشكل عام عن موسم الإجازات شو الاستعدادات اللي سوية الهيئة في هذا المجال هيئة الصحة تكون مستعدة على مدار السنة احنا جاهزين طول السنة لكن في هاي الفترة نركز حملاتنا التثقيفية والتوعيوية نكون نزيد من الحملات والتوعيوية وهذا ونكون يعني نشتغل بشكل مكثف أكثر جميل في سؤالي يقول دكتورة هل هناك تطعيم ضد الدرن أو السل الرئوي؟ تطعيم ضد الدرن دولة الإمارات تعطي للأطفال عند الولادة ولكن هذا التطعيم لا ينصح فيه للكبار ضد الدرن فيه أشياء ثانية احنا نقدر نسويها عشان نحمي نفسه ونفس السل الرئوي هذا؟ السل الرئوي هو الدرن الدرن نفسه طيب دكتورة يعني هنا أنا بغي تكلم حتى عن موسم الحج أو مواسم العمرة اللي نحن عرفها في رمضان تقريبا أو موسم الحج هناك يعني تصير هذه العيادة مثل خلية النحل في هذه الفترة ما قابل الدخول في هذه المواسم خبرين عن الإجراءات اللي تقومون فيها وشو الخدمات اللي تقدمونها بالنسبة لحجاج بيت الله حجاج بيت الله يعني قبل هذا الموسم احنا نقوم بحملات توعوية نعمل لهم مثل مواد تثقيفية مثل برشورات نوزع عليهم نذكرهم بأهمية هذه التطعيمات وضرورة أخذها ولتسهيل عملية التطعيمات وأخذها قمنا بتوفيرها في جميع المراكز الصحية يعني الحمى الشوكية هاي بتكون متوفرة في جميع المراكز الصحية يعني ما يحتاج الشخص أن يزور فقط هالمركزين لسهولة الوصول ونسهل على متعامليننا فقمنا بتوفيرها للجميع المراكز الصحية يقدر ياخذها في أي وقت وفي تطعيمات ثانية بعد يأخذها الانفلونزا احنا ننصح انهم ياخذون الحمى الشوكية والانفلونزا وفي تطعيم اسمها المكورات الرأوية هذه تنعطى لأشخاص معينين مثل كبار السن اللي يكونون فوق الخمسة وخمسين سنة اللي فيهم أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب احنا ننصح بعد انهم ياخذون هذا التطعيم لأنهم راح يحمون هذا التطعيم راح يحميهم من مضاعفات المكورات الرأوية صحيح دكتورة بما أنه يعني نحن ما باقلنا شيء الله يبلغنا والمستمعين إن شاء الله شهر رمضان عمين يعني يتقبل في صيامنا وقيامنا إن شاء الله دكتورة يعني قبل رمضان اللي مخطط أنه يعتمر في رمضان متى تنصحينا ياخذ مثل هذه التطعيمات ننصحها على الأقل أسبوعين قبل ما يسافر يعني الكل عارف متى موعد رمضان فإحنا ننصحهم يونا شهر قبل رمضان ياخذون هذه التطعيمات في شعبان يعني في شعبان يكونون جاهزين يجهزون نفسهم من أول أفضل يعني اللي حاط في نية إنه ممكن يعتمر في رمضان أو إنه يتوجه لأنه بأمانة الزحمة اللي موجودة بتكون هي تقريبا مشابهة لزحمة الحج وأيضا تواجد هذا الكم الكبير من البشر من مختلف الجنسيات فيجب أن الواحد يهتم بصحة قدر الإمكان وما يتوجه لمثل هذه لما كما غير التطعيمات الموجودة إذا ما كان ماخذنها زين فيه سؤال يقول زين لو كان شخص مسافر مع شخص وبعدين عرف إن الشخص اللي معاه كان فيه السل شو الإجراء ومتى بدأتوا تطعيم الأطفال في الإمارات تطعيم الأطفال للإمارات بدأ من وقت طويل إذا هو شك إنه أصلا مرض السل عشان أنت تاخذ هاي العدوى لازم أنت تكون على اتصال مباشر وقريب من هذا المريض لفترة زمنية جدا طويلة يعني أكثر من شهر أو شهرين يعني مسألة يوم أو يومين هذه يعني تكون جدا صعبة أنك أنت تاخذ هذا المرض وعادة يعني يعتبر المرض السل البكتيريا تكون يعني ضعيفة فإذا الشخص يكون فيه كامل صحته وقوته صعب جدا أنه ياخذ هذا المرض جميل إذا كانت مناعته قوية بالفعل بالفعل إذا المناعة تكون قوية يعني احتمالية إصابته بهذا المرض تكون قليلة جميل دكتورة أنا من تجربة شخصية أنا قبل قبل ما كنت أخذ التطعيمات ماتلين في الوينزل كانت يعني على مدار السنة يمكن خمس ست مرات لازم أزجم من بديت أخذ هذه التطعيمات سنويا واكتشفت أن هذا التطعيم يتغير من سنة لي سنة تركيبته تتغير كذلك فما بقول أنه اختفى الزجام لا بس أنه قلت أو حتى يوم كان ييني كان ييني بأعراض أخف عن قبل بالفعل يعني يعتبر فيروس الإنفلونزا من أكثر الفيروسات التي تقدر تغير من شكلها وتركيبتها لذلك إحنا عندنا تطعيم سنوي للإنفلونزا الشخص إذا يأخذها بشكل سنوي بالفعل رح يلاحظ أنه ماتي أعراض الإنفلونزا أو إذا جتها تكون خفيفة جدا صحيح الآن دكتور أنا أريد أن أتكلم عن موضوع مهم جدا يمكن أن تلكم يعني علاقة فيه بشكل مباشر يمكن غير مباشر يمكن ما أدري إذا أدى ما لكم علاقة في هذا الموضوع أصلا بس أنا أتكلم عن الأمن الصحي لإمارة دبي أتكلم عن هذا الموضوع من ناحية أن دبي مركز وملتقى كبير للعديد من الزوار اللي يأتون ويذهبون خارج الدولة الآن أو خارج إمارة دبي عن طريق مطار دبي وعن طريق المنافذ الخاصة بهذه المدينة أنتوا شو دوركم في هذا المجال بما أنكم عيادة المسافرين مو بس عيادة المسافرين مركز الخدمات الوقائية يقوم بشكل يومي بمسح ويتوصل الأشياء كيف أقولك عنها أن توصل دائما التنبيهات إذا في أي مرض أو أي شيء توصلنا على طول في نفس اليوم وإحنا نقوم باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والحمد لله إحنا يعني تعتبر صح دبي مدينة نشطة جدا ولكن تعتبر آمنة لأن إحنا نتخذ جميع الإحتياطات الوقائية جميل وهني بعد أيضا دكتورة نريد أن نأكد على مسألة أن عملية الذعر التي تتواجد عند الناس بشكل أو بآخر والتي حقيقة أن الإعلام يساهم بشكل أو بآخر في نشر مثل هذا الذعر ما بين الناس خاصة إذا طلع فيروس يديد طلعت شغلة يديدة يعني نحن نبغي نأكد أن التوجهات العالمية والتوجهات المحلية في حكومتنا التعامل بشفافية تامة مع مثل هذه الأخبار ونتمنى من الناس دائما أنهم ما يأخذون أو يستقون مثل هذه المعلومات من جهات غير موثقة في سؤال عندي يقول أنا بحاول أقرأ بشكل سليم كم تقريبا علشان أعرف إذا أنا مطعم ولا لا وكاتب لي كم سنة أعتقده يقصد لأن طلعت لها كم سنة تقريبا علشان أعرف إذا أنا مطعم ولا لا فاهمة شو اللي يبغي بالضبط يمكن هو يبيعرف هل هو ما خطة طعيمات الطفولة في هناك فحوصات طبية بتحاليل دم نحن نقدر نسويها عشان نعرف هل هذا الشخص محصن أو لا يقدر يزور نسوي لهذه الفحوصات الدموية تأخذ بضعة أيام حتى نعرف ويقدر إذا هو يبياخذ حتى ما في أي ضرر أنه ياخذ شيء اسمه بوستر تزيد مناعته من هذه الأمراض يعني إذا ما أخذ التطعيم قبل وبعد خذها مرة ثانية يعني ما رح يأثر ما لها أي مضرة هذه تعتبر مثل شيء إضافي نزيده للمناعتنا جميل دكتور أنا بقل لي أقل من دقيقة إذا تبغي أن تواجهين كلمة خيرة للمستمعين بس حابة أذكر جميع المسافرين بضرورة زيارتنا لأخذ الإرشادات الوقائية لمراجعة دفتر تطعيماتهم نشوف شو اللي ناكسنهم شو اللي يحتاجونه عندك شرقام التواصل معكم دكتورة ولا على طول بس يتوجهون إلى مركزين هذه العيادة تعتبر عيادة تقدر أنت أي وقت تدخلها ما لها مواعيد مثل تدخل وما فيها أي إشكالية ممتاز دكتورة هند أحمد سعيد العواضي اختصاصي أول طب المجتمع بهيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذا التواجد وشاكرين لك هذه التوضيحات الجميلة وأيضا نتمنى نشوفك في المستقبل كذلك في المزيد من الحلقات شكرا جزيلا لك العفو إذن مستمعين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي كانت حقيقة مميزة بمداخلاتكم مميزة برسائلكم مميزة بالإيجابية التي تتواجد عند الجميع فحياكم الله معنا دائما وأيضا في الغد إن شاء الله عندنا موضوع مميز بيكون في حلقة مميزة إن شاء الله مثل ما عودناكم كل يوم ثلاثة نطرح ملف طبي فترقبونا حتى الغد وفي الختام نقول لكم وقبل أقولكم دمتم بالصحة والسعادة أحب أشكر مخرجنا أيمن سرحيل في التنسيق كانت معنا أشواق مسعد وكل شكر لفريق قسم الإعلام وهذه تحياتي محمود يوسف العالي ودمتم بالصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي